كثر الحديث في الآوينة الأخيرة عن أهمية التداخلات الغذائية العلاجية للأطفال الذين يعانون من التوحد ما هو الغذاء الأفضل للطفل المصاب بالتوحد وما هي الأغذية الممنوعة والمسموحة لطفل التوحد كل ذلك سنجيب عليه في تغطية تلفزيون الآن للحملة التي أطلقها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد والتي تستمر إلى الثاني من الشهر المقبل ويمكنكم متابعة تغطية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الآن وعلى شاشة تلفزيون الآن